حاجة العالم لوقف انتشار فيروس كورونا تزداد إلحاحا يوما بعد آخر سباق مع الزمن محفوف بالخوف دخلت فيه دول عدة ليس لإيجاد اللقاح فحسب بل للتعاطي مع كارثة المرض في شكله وظروفه الحالية في هونغ كونغ أعلن العلماء عن اختراع أسرع جهاز حتى الآن للكشف المبكر عن الفيروس أربعون دقيقة فقط بدلا من ثلاث ساعات تحتاجها الأجهزة المستخدمة حاليا في الصين وحول العالم لرصد المصابين أما في حاضنة الفيروس الكبرى طور العلماء الصينيون روبوتا لفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا يعمل الروبوت بدلا من الأطباء والممرضين على أخذ عينات اللعاب من فم المريض لكن الأحدث في الاختراعات هنا هو الروبوت صائد الفيروسات آلة بحجم صغير نسبيا لكنها فعالة بحسب صحيفة بيبلز ديل الصينية ويراهن عليها لحماية الأطباء وباقي موظفي المشافي من انتقال العدوى خاصة مع تزايد الإصابات ضمن الكوادر الطبية الروبوت يدور في أماكن واسعة وحتى الضيقة جدا ويلاحق الهدف الاكتشافات جاءت في ظروف قياسية وفي ظل العمل على مستوى أوسع لإيجاد لقاح ينهي كبوس الفيروس العالمي لم تمضي أيام على عرض الصين الخريطة الوراثية للمرض حتى بدأ الصباق حول العالم علماء أستراليون وبريطانيون وغيرهم إلى جانب شركات التكنولوجيا الحيوية دخلت المنافسة سبقهم جميعا باحثون في المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة معلنين عن تطوير مكون محتمل للقاح سيختبرونه بحلول أبريل المقبل حنين الشولي العربية